بجاوي لكن تعادل الاتصال به على كل نواصل الحديث عن الثقافة لكن توقف عند نتائج سيلة 2016 ضمن فقاتنا الثقافية مع طارق مغنم وضيفها سيد جمال شعلال مسؤول الإعلام بسيلة 2016 أهلا بكم أهلا بك زميلة هاجر أهلا بكم مشاهدين الكرام أهلا بك سيد جمال شعلال وهو مسؤول الإعلام لدى بسيلة 2016 شكرا جزيلا للاستدفع أجدد مرة أخرى تحياتي لمشاهدي القناة ولكل الطاقم ولكم طارقوا كل الزميلات والتقنيين لرفقونا خلال أيام هذه تعصالون بقوة وكان حضورهم متميز فعلا شكرا بالفعل إذن سيلة 2016 كانت متميزة سخرت لها كل الظروف من أجل إنجاحها وصلنا إلى عتبة المليون ونصف مليون زائر العديد من الشباب أبدعوا من خلال مؤلفات جديدة أو مؤلفات أو القلم المغمور الذي كان حاضر بقوة في صالون دولي للكتاب بالإضافة إلى أيضا عديد دور النشر العربية والأجنبية التي أثرت الساحة الأدبية في الجزائر من خلال صالون دولي الكتاب أيضا دور نشر جزائر التي شهدنا لها عديد الأعمال والنشاطات التقافية التي كانت ربما فاعلة في الساحة التقافية في الجزائر بمناسبة صالون دولي الكتاب طيلت عشرة أيام ثلاثة عشر دور نشر جزائري لن تشارك السناء المقبلة والسبب هو عدم احترامها للقانون الداخلي لسيلة 2016 أيضا خمسة واربعين دور نشر من عدد من الدول العربية والأجنبية على رأسها الأردن مصر وسوريا أيضا لن تشارك السناء القادمة لأنها خالفة القانون الداخلي وهناك عشر كتب التي تم التحفظ منها وجدت في رفوف الصالون دولي للكتاب كل هذا سيدي الكريم في سيلة 2016 يعني ربما مبدئيا تقييمكم بصفة عامة نحن جد مرتاحون صراحة جد مرتاحون ليس فقط بالحضور بالمشاركة ولكن بالنقلة النوعية التي عرفها الصالون السنة في مجال التنظيم الذي كان متحكم فيه إلى مستوى كبير جدا في مجال النقلة النوعية بالنسبة للمشاركين الذين بدأوا يعرفون الصالون بشكل جيد ويعرفون معالم الصالون سواء تعلق بالجمهور أو بالناشرين أو بالمنظمين الجمهور اليوم أصبح يأتي إلى الصالون يعرف دار نشر تاعه التي يقصدها يعرف ماذا يريد حتى الناشرين فهموا بأن الجمهور القارئ الجزائري الذي يأتي إلى الصالون ليس يأتي لشراء بضاعة من قوسين وإنما هو قارئ يدرك تماما ما يريده وعليه هذا النشر الذي يتعامل معه بكل الاحترام المطلوب وأن يحضر له المطلوب وأن يحضر له الجديد والمتميز من الإصدارات الأدبية والفكرية أو الأكاديمية وغيرها نعم لو نتحدث فقط قليلا نقف عند دور النشر الجزائري قبل ننتقل إلى العربية والأجنبية نحن نقول له بأنه خالفة داخلية يعني يريد أن يعرف ما هو القانون داخلية خالفة نصح لك المعلومة التي فيها رقم أولا النظام الداخلي موجود نحن نخب واحدة حاجة النظام الداخلي موجود في الستانترنت يقدر الناس يتطالع عليه ويعرفوا بأن هذا الصالون عنده نظام داخلي كما يكون صالونات العالم إلا حبينا أن نلحق المسلوى الاحترافية يجب أن نكون واضحة والناس يجب أن تقارئ أولا الذي يأتي له الصالون ثم احتراما للكتاب نحن لا نبيع سلعة وش مكان تسيب طوين فوار سيتان صالون ديليف الناس يجب أن تحترم الكتاب تحترم العلم وتحترم الثقافة فهذا لا تنازل عنه طيب العدد ليس كبيرا نحن سجلنا 45 مخالفة نقول مخالفة من بينها دور النشر العربية وجزائرية ما حبينا احتراما لضيوفنا واحتراما للناشرين الذين لا نعتقد بأنهم تجار أو قدمنا لهم إعذارات وقلنا لهم 24 ساعة يرفضوا الكتب من الأرض هذا هو المشكل الكتاب لا يوضع في صالون الجزائر على الأرض هذا ماهوش سلعة ماهوش حاجات حط على الأرض الكتاب يحترم يوضع فوق الطاولات وعلى الرفوف من يوفر هذه الطاولات هل على دون نشهي التي تقوم ب لا نورم في كل صالونات العالم لما تدخلي للصالون عندك الجناح عندك طاولة وزوج كراسي ثم الناشر كي نناشرين جزائرين كثر ولهذا حبيت نتكلم على نصف الكأس المملوء العدد الأكبر من ناشرين جزائرين بالعكس عندهم أجنيحة ممتازة وكي اللي يبنوا استثمروا كثير من الأموال عندهم ديستان برسوناليزي يعني لما تدخل ديستان تجد ناشر محترم بكتالوج محترم بكتاب محترم وتدخل بالعكس تفرح لما تدخل ديستان هذا البعض القليل قدم لهم إعذارات حتى احتراما لهم الكثير منهم الأغلبيتهم التزموا أحضروا طاولات ورفعوا الكتب العشرة المتبقية التي لم تحترم لن تشارك في الصالون السالة القادمة وقد أعذر من أنذر نحن نطبق القانون حتى لا يتحول هذا الصالون إلى فوضى ولكن مع ذلك نسطر نقول بأن هذا العدد هو قليل جدا بالمقارنة مع ألف عارض وأغلبية من العارضين اللي قدمونا ديستان يتشرف الجزائر وتشرف صالون الجزائر دولي للكتاب إذن تم حجز عشر كتب أو عشر عنوين تم التحفظ منها وجدت بين رفوف الصالون دولي الكتاب لو نتحدث قليلا حول هذا نحن هذا باش نأكده مرة أخرى بأن الكتب التي تعرض في صالون الجزائر الدولي للكتاب تخضع لقانون وهذا القانون معروف لا نقطع الحديث فيه وهذا القانون مواده ليست بدعة جزائرية مواده هي عبارة عن تقاسم لقيم إنسانية الكتب التي تدعو إلى العنف وتحرض على العنف وتدعو إلى العنصرية وتدعو إلى التفريقة وإلى الفتنة الإنسانية مرفوضة وغير مرحبة في الجزائر من حق الإنسان أي إنسان أنا شخصيا أؤمن بحرية الفكر وحرية المعتقد من حق الإنسان يعتقد ما يشاء يكتب ما يشاء في بيته في مكتبته ليش بدي مكتبة خاصة تعوي بيع فيها هو حر في ذلك أن يأتي بهذه الأفكار هدامة إلى الصالون هذا غير مقبول نحن حينما تأتينا القوائم هناك لجنة مستقلة عن الصالون لجنة مستقلة عن الصالون تكون من هيئات معينة هي التي تنظر في القوائم وتتحفظ عن العناوين لكن رغم ذلك داخل الصالون العامل للجنة يبقى مستمر لأنه ممكن لفيلتر ممكن بعض العناوين ممكن ما تبنش في القائمة لما تصل للرفوف أيضا يتحفظ عنه ونطلب من الناشر أن ينزعها من الرفوف احتراما مرة أخرى للقانون ولكن مرة أخرى أقول عشر عناوين مع 40 ألف عنوان معروضة في الصالون أعتقد أنه شيء لن يتحفظ لكن رغم ذلك نسطر نقول بأن القانون يطبق بحذافيره في هذا الصالون حتى الناس تنضبط وتلتزين كانت هناك التفاتة جميلة من طرف محافظة صالون الكتاب أدرجت موضوع التطرف والإرهاب عطت له حيز من صالون الكتاب وقامت ندوات لحديث أكثر في هذا الموضوع والاستثمار أيضا من خلال فيه الكتاب الجزائريين والكتاب العرب عليهم اليوم حتمية الغوص في هذا الموضوع لإظهار حقيقة الإسلام الحنيف والإسلام السمح ربما الندوات هذه التي قيمت في صالون الكتاب ما هي نتائجة خرجت بها ولكن أن الكثير من اللقاءات التي نظمت سواء على مستوى أجنحة بعض الناشرين المشكورين الذين قاموا هذا السنة بنشاط قبير جدا يعني سجلنا حوالي 400 نشاط ما بين لقاء ومحاضرة وبيع بالإهداء على مستوى أجنحة العارضين وهذه نقلة نوعية أيضا في هذا الصالون الناشر لا يأتي فقط لبيع كتب ولكن أيضا يأتي لطرح أفكار لخلق فضاء للالتقاء بين المؤلف والمبدع والكاتب تاعو هو مع القارئ على مستوى الصالون أهم ندوانا ضمنها في هذا الإطار كان لقاء جمعنا فيه خبراء من داخل وخارج الوطن حول موضوع العلاقة بين الإسلام والغرب وكان نقاش ثري جدا ومهم لفتح حوار بيننا وبينهم جميل سيدي الكريم الطبعة القادمة سيلة 2017 ماذا سيميزها ربما والله نصبه إلى أن نتحكم أكثر في الجواني نحن نقول بأننا منذ الطبعة الماضية نقول وصلنا إلى مستوى من التحكم الاحترافية نأمل أن نزيد أن نزيد هذه السنة سنبدأ مبكرا حتى نستطيع أن نستضيف ضيوف كبار من قامة ضيوف هذه السنة مثل أحلام مستغان ميو دانيل أفغي وغيرهما وإن شاء الله الموعد الآن مضروب والتاريخ معروف والتنظيم يبدأ على الباك شكرا جزيلا لك سيدي على هذه التفاصيل نتمنى توفيق لكم وليسيلة 2018 مشاهدين الكلام بهذا نعطيه لقناة التقافية شكرا جزيلا لكم شكرا لك هاجر شكرا لك تاريخ واري ضيف سيد جمال شعلال بكم نصل إلى ختام هذا الموعد الإخليم